احكينا بالضبط ان حصل في مفوضات الزمالة. محمد كساب. مدى اتنين مين ومين اللي كلمت? المفوضات كلها كانت مع الوكيل بتاعي. اه في الاول خالص كان اول مكالمة اتكلمتها كان هو انا في المنتخب. في الامارات. اه. كنا في الامارات وحصل زي مكالمة اه وسيطة كده مع الوكيل بتاعي وحد مسؤول من نادي الزمالة. اه كان اتكلم مع على رغبتي والكلامنا كله. وقل لك احمد يحي صح? اه. على رغبتي في اللعبة للزمالة والكلامنا كله. طبعا اي حد يتشرف ان نلعب لنادي الزمالة. ازايك نادي كبير ونادي العلي برضو نادي كبير طبعا. فطبعا قلت له. توازن انت اه? لا والله انا موازن على حاجة والله. بس دي حقيقة. يعني ايه كرة عالي والزمالة في الواصل. ما احترام لأي نادي تاني بس اكبر ناديين في الواصل. بس فكان طبعا قلت رغبتي طبعا ان انا ما عنديش اي مشكلة وشرف ليه اللي انا عرف لعندي الزمالة. ومن هنا بقى ابتدت المفاوضات واحدة واحدة كده كان لسه قيد مقفول كمان. اه كان لسه زمالك ما كانش عنده غنق ما كانش زمالة الفلوس. اه. وانا بصراحة يمكن بقى دي ممكن شوية قلة خبرة مني. بس انا ما كنتش احب ان انا ادخل في في جو المفاوضات ده كنت باسيبه للا احمد عشان اه عشان ما يقودش من تركيزي. ممكن ايكون عندي انت خبرة شوية ان انا عرف اركز في الحاكتين. فكنت لازم افصل في وقت من الوقت. لان هو كان ما وقت حساس قوي ليا. كان لسه. حساس من لعب ما كانش بيلعب. انا اول دور ممتاز. وما لعبتش اربعين مطش يعني. انا لعبت في الاول في الاخر خمس ست مطشات. فانا محتاج اللعب ومحتاج اركز مع فرقتي. واحنا كمان زي ما انت عرف احنا لسه نادي اول سنة دينا في الدول ممتاز بعد اه اه ادم وحبطنا. فكان لا محتاج في الوقت ده انا لركز مع فرقتي اكتر. مس? فكانت ازي ما قولناك كده اول مكالمة في في الامراض. وزي ما لترك كده بديت راغبة طبعا لزي كانت كبير. وبعد كده بقى سبت المفاوضات لا احمد لما رجعنا بقى. المفاوضات بقى خلال مفاوضاتك بعد الزمانة. الكلام في الاول كان ان هو العقدة هيبقى بيع نهائي. وبعد كده اتقال ان اول ايبقى عارب نية البيع. كانت زمانك كان عارب 3 مليون جنيه. بس اتبونا طلب مليون جنيه اللي قابت عنه لسي. بس انا في حت الارقام دي ما قدرش اوجزم لك على حاجة. لان هي يعني عارف فيه تفاصيل ما بين الادارتين الواحد ما قدرش يدخل فيها او يفهمها. بس اللي قدر اقول لك ان اول كان في مفاوضات وكان فيه كلام كان اه بيتكلمه في الاول فتبع نهائي. وبعد كده الموضوع اتعطل شوية. مش عارف بقى بصراحة من ناحيتهم كان فيه ازمة فلوس شوية او ايه. زمالك ولا? اه او المدرب اللي موجود دلوقتي اللي دير الفان لانه بي. فانا مش عارف كانت الموضوع وسل لايه بس اه كان زي فيه اللي هو اختلاف في وجهات النظر زي ما بتقول كده في الفلوس. وبعد كده متعالي وسل لاني انه طب بيبقى فيه عرض انه هو يبقى عارب ني تلبية.